ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الدورة المحورية المصري بقيادة الرئيس السيسي في دعم العمل البرلماني وترسيخ أواصره على المستوى العربي والدولي خاصة في ضوء تطورات وتسارع الأحداث عالميا وخلل استقباله دين الصيحي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية أشهد العسومي بالمبادرات النوعية المتميزة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة التي تحظى بإشادة دولية وتقدم كنموذج يحتذ به وددد العسومي شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للبرلمان العربي لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح الشعب العربي